الحمد لله عظيم الشان قوي البرهان شديد السلطان أنزل على محمد القرآن فجعله بلسماً للأرواح والأبدان ومصلحاً لكل زمان ومكان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة الأحباب الكرام نلتقي بكم اليوم مع حلقة جديدة من برنامجكم آيات بينات ومع سورة المدثر أيها الإخوة الأحباب سورة المدثر سورة مكية وهي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا فبعد أن نزل عليه جبريل في غار حراء ونزل عليه بآيات بينات من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم فتر الوحي يعني انقطع وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فرأى جبريل عليه السلام رآه متعلقا في الهواء بين السماء والأرض فملأ رعبا عليه الصلاة والسلام فرجع إلى بيته فزعا يقول دثروني زملوني فأنزل الله تبارك وتعالى عليه صدر سورة المدثر قال سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وارجز فهجر يا أيها المدثر أيها المتغطي بثيابه قم قم فأنذر أنذر الناس وخوفهم من عذاب الله تبارك وتعالى وأنذرهم عاقبة الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى أنذرهم من النار إنهم بقوا على كفرهم بالله تبارك وتعالى وربك فكبر كبر الله عز وجل في قلبك وفي قلوب الناس فالله جل وعلا الكبير العظيم هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وحده تبارك وتعالى وربك فكبر وثيابك فطهر أي طهر ثيابك حيث إن المشركين ما كانوا يعتنون بتطهير ثيابهم فأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطهر ثيابه من كل نجس وقذر فديننا أيها الكرام يدعونا إلى النظافة وإلى الطهارة ولذلك أيضا فإن الله تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم شرع لنا سنن الفطرة تلكم السنن التي تعتني أو تعنى بنظافة الإنسان وطهارة الإنسان فشرع لنا على سبيل المثال حف الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وغسل البراجم والمضمضة والاستنشاق كلها أمور أيها الكرام تنبئنا وتخبرنا أن ديننا دين النظافة إذن وثيابك فطهر طهرها من كل نجس وقذر وقال بعض العلم المقصود بالثياب القلب أي طهر قلبك من كل شرك وشك يا محمد وهو خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وخطاب للأمة جميعا أن يطهروا قلوبهم من أن يشركوا بالله تبارك وتعالى أو أن يشكوا في الله سبحانه وتعالى وقيل المراد بالثياب العمل وهذا من إطلاقات العرب فقد كانت العرب تطلق الثياب وتريد بها عمل الإنسان يقولون فلان ثيابه حسن أو فلان ثيابه سيئ لأن عمله حسن أو عمله سيء الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتطهير ثيابه والمقصود بالثياب الثياب حقيقة أو قلب النبي أو عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال له ربه تبارك وتعالى والرجز فهجر والمقصود بالرجز الأصنام والأوثان أهجرها وتركها وقال بعض المفسرين الرجز أعم من الأوثان والأصنام فالرجز هي المعاصي عامة أهجر كل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى أهجر كل المعاصي وهجر كل الذنوب وهجر المعاصي والذنوب أو الأوثان أيها الكرام هذا أدنى مراتب إنكار المنكر فالإنسان قد يرى منكرا هو مأمور بتغييره إما أن يغيره بيده فإن عجز يغيره بلسانه فإن عجز يغيره بقلبه وتغيره بقلبه يتطلب منه أن يهجر هذا المكان الذي يُعصى فيه الله تبارك وتعالى فالإنسان مثلا إذا حضر مجلس غيبة أو نميمة أو أي مجلس لا يرضي الله تبارك وتعالى فيجب عليه أن يفارق هذا المجلس وأن يهجره هذا معنى إنكاره للمنكر بقلبه أن يبغض هذا المنكر ثم أن يهجر وأن يترك هذا المكان كما قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إذن والرجز فهجر ولا تمن تستكثر قال ابن عباس رضي الله عنه لا تمن تستكثر يعني لا تعطي عطية تريد من المعطى أن يعطيك أفضل منها يعني تعطي لتأخذ أكثر مما أعطيت فهذا لا يتناغم مع أخلاق الأنبياء وقال الحسن البصري رحمه الله لا تمن تستكثر أي لا تمن على ربك تبارك وتعالى بعبادتك له أو دعوتك إليه فمهما فعلت ومهما قدمت فأنت مقصر في جنب الله تبارك وتعالى وفي الأثر أيها الإخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم خر ساجدا على جبينه منذ ولد إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى ما وفى الله عز وجل حقه فأنت مقصر دائما وأبدا استشعر تقصيرك واستشعر ذلك لله تبارك وتعالى وادخل على الله عز وجل من باب الذل وباب المسكنة إليه ولربك فاصبر أي اصبر لأجل الله تبارك وتعالى وأنت تلقى ما تلقى في سبيل الدعوة إليه اصبر على أذى المشركين واصبر على أذى الكافرين واصبر صبرا جميلا فإن الله تبارك وتعالى منجز لك ما وعدك يا محمد ولربك فاصبر ثم يقول الله تبارك وتعالى فإذا نقر في الناقور أي في الصور وسمي ناقورا لأن العرب تطلق أن نقر على الصوت العالي فإنه سيصاح في هذا الصور بصوت عالي فلذلك عبر الله عز وجل عنه بالناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ثم تنتقل الآيات أيها الإخوة الأحباب الكرام للحديث عن ذلك الرجل الشقي الفاجر الذي سمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقن أنه كلام رب العالمين أيقن أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق وأنه ليس كاذبا قال والله هذا ما هو بكلام الكهانة ولا الشعر وما عرفنا قبل ذلك أن محمد كاذبا ولا مجنونا ثم قال وهو الوليد بن المغيرة قال أيها الكرام إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة فقالت قريش لقد صابأ الوليد لقد صابأ الوليد فقال أبو جهل أنا أكفيكم ذلك فذهب إليه وظل يذكره بسيادته وشرفه ومكانته في قريش حتى رجع فاتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر قال أليس يفرق بين الرجل وأخيه والأبي وابنه فإنه ساحر وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا خلقته فردا وحيدا ضعيفا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا كان له عشرة من الولد لا يغيبون عنه دائما معه بحضرته يشعروا أنهم سند له وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا أي عذابا شديدا لا يطاق ولا يحتمل إنه فكر وقدر أي في شأن القرآن ومحمد فقتل كيف قدر أي لعن وطرد من رحمة الله كيف قال ما قاله كيف اتهى محمدا بالسحر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر عبس وبسر يعني قطب جبينه هذا معنى عبس عبس قطب جبينه وبسر اشتد في تقطيبه لجبينه ثم أدبر واستكبر أعرض عن الحق واستكبر وقال ما قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيها الإخوة الكرام هو من أعظم ما يثني الإنسان عن الإيمان أو عن الحق هو الكبر هذا الرجل تكبر وأراد السيادة وأراد الشرف في قريش فاستكبر عن الحق وكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم كما كذب فرعون الذي أيقن بصدق موسى عليه السلام كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يعني كفروا وجحدوا ظلما وعلوا وكبرا أيها الإخوة الأحباب الكرام فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فقال الله جل وعلا سأصليه سقر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر سقر نار جهنم من أسمائها سقر لا تبقي ولا تذر أي لا تبقي من اللحم والعظم شيئا إلا أذابته وفتتته لواحة للبشر قال الحسن البصري تلوح للناظرين من مسافة خمسمائة عام كما أن الجنة ريحها يشم من مسيرة خمسمائة عام فكذلك جهنم تلوح للناظرين من مسافة خمسمائة عام لواحة للبشر عليها تسعة عشر عليها تسعة عشر ملكا شديدا من الملائكة الذين خلقهم الله تبارك وتعالى ليكونوا خزنة لجهنم ولما سمع أبو جهل بهذه الآية قال متهكما أما يملك رب محمد إلا تسعة عشر ملكا ثم قال يا معشر قريش أنتم العظماء وأنتم الشجعان كل عشرة منكم يغلبون واحدا منهم فنغلبهم فنزل فيه قول الله تبارك وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ما جعلناهم إلا ملائكة أشداء أقوياء لا يغلبون إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا جعلنا هذا العدد فتنة وابتلاء للذين كفروا الذين يستخفون ويستهزئون بهذا العدد ما علموا أنهم أشداء أقوياء لا يغلبون وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى في كتبهم أن خزنة النار تسعة عشر فإذا ما قرأوا هذا في القرآن أيقنوا بصدق القرآن وأيقنوا بصدق كتبهم كذلك ويزداد الذين آمنوا إيمانا حينما يعرف أهل الإيمان المسلمون حينما يعرفون أن هذا العدد أيضا مذكور في كتب اليهود والنصارى يزدادوا إيمانا وتصديقا بنبوة رسول الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو الله جل وعلا يرد على أبي جهل الذي قال أما يملك رب محمد إلا تسعة عشر ملكا الله جل وعلا له ملائكة لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه وتعالى في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع أربعة أصابع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله تبارك وتعالى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فوق الكعبة البيت المعمور قبلة أهل السماء يطوف حوله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة فما يعلم جنود ربك إلا هو من الملائكة وجنود الله تبارك وتعالى أعظم من أن تكون ملائكة فكل ما في هذا الكون مسخر لله وكل ما في هذا الكون من جنود الله تبارك وتعالى فإن الله جل وعلا أهلكنا مرودا ببعوضة أو ذبابة فكانت هذه البعوضة من جنود الله تبارك وتعالى وأغرق الله سبحانه وتعالى فرعون الطاغية في البحر فالبحر من جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر هذه جهنم جهنم ذكرى للبشر الناس حينما تذكر جهنم فتخاف من الله تبارك وتعالى وتقبل على طاعة الله وتقبل على الإيمان ثم يبين الله تبارك وتعالى لنا حوارا سيدور بين أهل الجنة وأهل النار فيقول سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين أهل الجنة يتساءلون ويسألون لماذا دخل أهل النار النار لماذا دخلوا سقر لماذا احترقوا فيها لماذا اكتووا بحرها ونارها وسمومها ما سلككم في سقر ماذا قالوا قالوا لم نك من المصلين فيا من تستهين في الصلاة ويا من تضيع الصلاة وتنام عن الصلاة الصلاة من أعظم ما فرض الله تبارك وتعالى وترك الصلاة يصل الإنسان إلى سقر وإلى عذاب الله تبارك وتعالى قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين يعني ما عبدوا ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه ولم نكن نطعم المسكين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ليش نطعم الفقراء والمسكين ربهم يطعمهم هكذا يقولون الذين لا يرجون لقاء الله تبارك وتعالى ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين يا من تخوض بالباطل يا من تخوض في معصية الله يا من تخوض في الأعراض والغيبة والنميمة وهدك الأستار اتق الله تبارك وتعالى فهؤلاء دخلوا جهنم ودخلوا سقر لأنهم كانوا يخوضون مع الخائضين الخوض بالباطل باللسان بالكلام الذي لا يرضي الرحمن تبارك وتعالى وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين ثم يبين الله تبارك وتعالى حالة هؤلاء الذين يفرون من الدعوة ويفرون من الإيمان ويفرون من الحق ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كالحمير كالحمر المستنفرة التي فرت من قسورة فرت من الأسد الحمر إذا ما رأت الأسد إذا ما رأت أسداً فرت وهربت وهكذا حال هؤلاء في صدودهم عن الإيمان بالله تبارك وتعالى ثم يقول الله تبارك وتعالى كلا إنه تذكره هذا القرآن تذكره القرآن تذكر للإنسان إذا ما سمع القرآن أقبل على طاعة الرحمن تذكره بالجنان تذكره بالنيران تذكره بخوفه من الرحمن بآيات القرآن بآيات الوعد والوعيد فيقبل على ربه مؤمناً طائعاً كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وفي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال أنا أهل أن أتقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له فأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يرزقنا التقوى وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرة وكبيرها ما علمنا منها وما لم نعلم إنه نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر